في 2016 وتحديدا شهر اكتوبر نزلت مافيا 3 ووايد من ربي كانوا متحمسين لها وشروها في اول يوم بعد فترة الكل سحب عليها وما ختمها ويوم سألتهم ليش الكل كان يقولي اللعبة ممثل مافيا 2 وانا كنت متحسر اني ما لعبت مافيا 2 لانها صدرت في 2010 واليوم بعد 10 سنوات صدرت لنا بنسخة محسنة خلونا نشوف هل كانت تستحق او لا لعبة مافيا هي لعبة عالم مفتوح ثيرت بيرسون نزلت في 2010 على البلاي ستيشن 3 والإكس بوكس والكمبيوتر وفي 2020 نزلوها بنسخة محسنة على البلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 والكمبيوتر قصة اللعبة عن شخص اسمه فيتو وهو ايطال يوم كان صغير سافر في عائلة الامريكا ويوم وصل عمر فيتو 18 سنة ما تبوه فاضطر انه يصرف على اهله وما قدر الا بالسرقات مع صديقة جو وفي يوم الايام يمسكونا هالشرطة فهل حسن حظه يتم تخييره بين السجن والحرب وطبعا اختار الحرب في ايطاليا وهذه بس المقدمة وما بتكلم اكثر عن القصة لانها جدا رهيبة اللعبة تبدأ بعد ما يرجع فيتو من الحرب يحصل صديقة جو يترياه ويبدأ يساعدك عشان تحصل الفلوس ويعرفك على ناس مهمين في المدينة الماضي اللعبة من شابتر 1 الى شابتر 5 تقريبا كانت توصلهم بالسيارة الحقهم رجع البيت خلصوا الشابتر وترجع في الشابتر اللي بعدها تسوي نفس الاشياء تقريبا وبالغلط يعطونك مهما فيها ستلثة و اكشن ومن شابتر 6 وطالع اللعبة تغيرت بدأ شغلة المافيا والغدرات والاكشن وبما ان اللعبة نسخة ريماستر فلازم تكلم عن الغرافيكس والتطورات اللي حصلت في اللعبة وطبعا هاشي للاسف ما صار ما كان فيه تطور ملحوظ بالعكس كان داونغريت في بعض الاحيان مثلا في مهمات الضرابة بالإيد كنت احيانا اضرب الهواء لس الخصم ينضرب كيف الله اعلم وفي بعض الكاتينات اللجسانت الداخل في بعضها والغباء الاصطناعي في اللعداء شي يرفع الضغط والاقلتشات فيها السلام حدث ولا حرج فصابتنا هجمت على عصابة ثاني والاعداء كانوا مقسمين لفريقين فريق ينضرب والفريق الثاني واكفين اصنام ما يتحركون سواقت السيارة شي رهيب واللغاني اللي في الراديو يمكن من احلى الاشياء في اللعبة قتالات الليادي شي ممل كل عليك انك تصد وتنتظر خصمك يضرب بعد ما يضرب ترجع عنده تضربه وترجع تصد لما هو يضربك لما تعقه المشكلة هالشي تكرر في اللعبة وايد ومن الاشياء اللي كانت تقهارني انه بعد ما تخلص من المهمات يقولون لك ارجع البيت عشان تبدل شابتر اللي بعده ياهي خلاص شغله كاتسين وبدل شابتر اللي بعده يعني مبلازم تخلوني يضرب خطلين لبيت كل مرة وبعد عندك السيارات يوم بتي بتصرقهم عندك خيارين يا انك تكسر الزجاج وتسوي حشرة او تفتح القفل بهدوء الكاميرا في بعض الاحيان تكون سيئة ما تخليك تشوف عدل ويوم تركض الكاميرا تهتز كأنه فيه مصور يركض براك وفيه مشكلة واجهات الكثير وانا منهم الاوه هي اللوذك بين شابتر 7 و 8 طوال وايد اول مرة تريت عشر دقائق وثاني مرة ست دقائق وعقب مسحت الليبة ورجعت تنزلها والحمد لله شتغلت ومن الاشياء الخيسة في اللعبة الشتاين فيها بكثرة ولاقوا من العيارة الثقيل وفيه كمية كثيرة من المواد اللي باحية المهم بالمختصر اذا كنت لعب اللعبة من قبل وحبيتها فانصحك تخليها ذكرة حلو وما تلعب ريماستر واذا كنت مذلي ما لعبتها قبل ترى يسون عليها خصم ويعادلون الغلتشات اللي فيها ويعادين اشترها هذه اللعبة فيها شوي تعبان بس القصة من الاخر فانا اقولك اذا تبغي تلعبها لعبها عشان القصة فما عليكم القيم بلاي ترجمة نانسي قنقر